لو اتحاد الكورة مش اقوى من الاندية فيه قرارات مش هيقدر ياخدها يعني انا من وجهة نظري عشان تقدر تنشط مسابقات الناشئين تحت بالذات هنقول مسابقة واحدة اللي هي 2005 لو جينا لجيل 2005 لان الجيل ده هيكمل يلعب بطوة افريقيا وبيلعب ولمبيات ممكن يوصل للمبيات اللي بعد كده طيب انا عشان انشط المسابقة دي واعمل جيل كويس لازم احطهم يعني تحت الاسبوت قوي الناس تشوفهم ويبقى ليهم يبقى فيه تركيز عليهم بشكل كبير جدا احسن مدربين تشتغل مع الولاد دول طب ليه انا ما خليش نتائج الفريق الاول اللي هو بيلعب في الدورة الممتاز مرتبط زي دورة المرتبط بتاع الهندبور مرتبط بفرقة 2005 صح فكرة ممتازة والناس هتوقت تدور على مبارياتهم ومرتبطة من نتائجهم كمان ولازم تهتم بيهم ولازم هتصرف عليهم ولازم هتأكلهم ولازم هيتمرنوا كويس ولازم هتجيب لهم مدير فني كويس لان انت ممكن تخسر الدورة الممتاز بسافرة 2005 صح يعني النادي الاهلي خلينا النادي الاهلي نادي الاهلي بيكسب الدورة اه تمام اه هتبقى نتائجه مرتبطة بألفين وخمسة بس هل الكلام ده لو اتحادوا الكرة عملوا الان ده اتوفي عليه صح؟ بس هلازم اتحال الكرة بقوة؟ لأ يبقى لازم كل الناس عشان الفترة اللي جاية السنين اللي جاية في كرة القادمة المصرية صعبة جدا 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 يعني هنصرف فلوس ومش هنلاقي مردود لان احنا هنا عندنا الاحتراف احنا بنتبقى فعجة واحدة بس عود اللعيبة والفلوس اللي بياخدوها غير كده مفيش احتراف صحيح